من المحترفين بقى إلى كرة القدم العربية والعالمية جوني ألفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للكرة القدم ده موضوع الساعة طبعا بقى الفيفا أعلن أن مملكة العربية السعودية هتستضيف كأس العالم 2034 وكان فيفا قد أوضح عبر موقع الرسمي أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة نسخة 2034 وقال جوني ألفانتينو بقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر انستجرام سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض لبطول الكأس العالم من جانب كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 26 بأمريكا الشمالية وأضاف من المقرر أن تتم استضافة النسخة المقبضين في كأس العالم في أفريقيا المغرب طبعا مع أوروبا والبرتغال وأسبانيا ده ملف الوحده في إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية اللي هي الأرجنتينو باراجوي والأراجوي في عام 2030 وفي أسيا طبعا المملكة العربية السعودية دلوقتي بقى هي اللي موجودة لعام 2034 ما أجعل كرة القدم عالمية حقا وتابع آل بقى تمت الموافقة على عملية تقديم العروض بالإجماع من خلال مجلس فيفا حيث يتم تمثيل جميع الاتحادات القرية الستة بعد حوار بناء ومشاورات مكثفة شكرا لكل من شارك في هذا التبادل الإيجابي ووصل بتوحيد ووحد كرة القدم من عالم بالعالم بشكل لا مثيلة له في أي رياضة أخرى وكأس العالم فيفا هي العرض المثالي لرسالة الوحدة والشمولية فضلا عن تقديم توضيح مهم لكيفية التقاء الثقافات المختلفة والتعليم وفهم بعض البعض بشكل أفضل وأتم بينما نعيش في عالم منقسم وعدواني بشكل متزايد نظهر مرة أخرى إلى كرة القدم الرياضية العالمية الرائدة توحد بشكل لا مثيلة له يعني